أهلاً أنا مريم إن شاء الله أغلبكم يعرف بابا روفيل واللي ما يعرف الصراحة أنا شك كيف عاش طفولته بس اللي توقع أغلبكم ما يعرفه إن ليش بابار هو ملك الفيلة ليش عايش بها الطريقة مثلاً لو بس ثياب كأنما هو إنسان المر ودي يدخل عالم القصاص بكل أنواع لذلك قررت اليوم أجرب إن أحكيها على قدي بشكل فني وراح تكون بالفصحة So get ready Pretend to be a kid go to bed and please listen بابار فيل صغير يجاور أمه طيلة الوقت يحيط بها ويلعب مع الفيلة الأخرى الصغار استمر بهم الحال هكذا حتى يوم من الأيام عندما كانت الأم تقوم برش الماء على ولدها بابار انتهز الفرصة أحد الصيادين المتلبسين خلف الحشائش والأشجار الكبيرة وأخذ بإطلاق النار عليهما حتى وقعت الأم انفضت كل المخلوقات الطيور القردة وباقي الحيوانات رأى بابار أن رصاصة موجهة عليه فأسرع بالهرب وحيدا دموعه على وجنتيه وخرطومه عال يصدر نهيما صاخبا لم يسبق لفيل صغير أن صدره بابار وجد نفسه في مكان غريب حيث أناس لا فيلة تتمشى على حافة الطريق يرتدون ملابس عجيبة ومتألقة وينامون في أماكن مغلقة من حسن حظ بابار وجدته سيدة بالغة في اللطف والعطف عندما كان يعبر الطرق والسيارات منزعجة منه وعندما كان يأكل من الحشائش المعروضة في أواني زاهية تقدمت السيدة العجوز لمد يد العون أهدته حقيبتها وأشارت على محل الستر الأنيقة على زاوية الشارع المقابل يخرج بابار بطلة بهية وتستقبله العجوز في بيتها ليتناول أفخر الأطباط وينعم بسرير لين وسيارة حمراء تدعى بالمرسيدس رغم سعادته بابار يرى نفسه يبكي دوما على أيامه الخالية وأمه الراحلة في اليوم التالي لم يصدق بابار ما حصل فقد وجد أولاد عمه سيلست وأرثر قاموا بتهليلات الفيلة من حسن الحظ لم يكن ماء بالقرب وإلا وجدتموهم يبللون كل بقعة على الأرض من شدة الفرح والمفاجأة السارة رأت العجوز السرور في عيني بابار ورغم تعلقها به إلا أنها تعتقد أنه حان وقت عودة بابار إلى مكانها الأول والأخير الغابة باذر بابار بتفصيل ملابس تليق بأقاربه وعندما أتى والداء الفيلين القلقين قرر بابار العودة معهما بعد حواره مع السيدة وجد بابار ذلك اليوم أن حاكم الفيلة ألس قد توفي بعد أكله لمشروم من نوع سام كان وضع الفيلة بائسا ولا يعلمون لمن يلجأون الحرب آتي وهم في خطرين الآن انتهى المطاف بأن اختاروا بابار ملكا لهم فهو يمتلك روح المغامرة ومطلع على حضارات جديدة لعلها تعيد حياتهم المستقرة توجت سيلست بلقب الملكة بعد أن تزوجت الملك بابار وقام بابار بإدارة سياسة الفيلة مع الحيوانات الأخرى تمتعت المملكة بطابع حضاري بيوت جميلة وملابس تسر الناظرين هذه أنا وأنا حوص جبت كل الطاولاتي عشان أحط الإضاءة والإستان بدون ما يشتتوني على المكتب بعدين عجبني الشكل أخيرا شكرا على المشاهدة من كل قلبي أشوفكم قريب يمكن الأسبوع الجاي ما أدري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر